ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة وحنبدأ في الشغطة التانية ودلوقتي هنعمل وصفة الوصفة دي تنفع جبدا في العظمات لما تكونوا عايزين تعملوا فراخ ومش قادرين تقفوا تشموا ومش قادرين تقفوا تعملوا حاجة تاخد مجهود منكو أو تسلقوا أو تحمروا اعملوا الخلطة دي حطوها على الفراخ أيا كانت العدد بتاعها يعني الكمية اللي أنا هعملها دي تعمل أكتر من فرخة أكيد يعني هتعمل مثلا بتاع أربع فرخات مرتاح وتعملوها فصانية وتصبوها وتدخلوها الفرن هتشموا أحلى ريحة وهتكلوا فراخ طرية جدا مهما كانت هي كبيرة أو ناس ما بتحبش السد بتقولك ساعات السدر بتاع الفرخة بيبقى ناشف عن الجزء الأحمر في الفرخة الورك لأنه ما بيبقاش طري دي بقى هتخليها عشان الزبادي اللي موت في الوصفة هتخلي دايما الفراخ طرية لو حضراتكم بجيتوا تاني يوم اتبقى منها فراخ وغلفتوها في كيس كده وشفتوها في التلاجة وتيجوا تاكلوها تحسوها زي صدور الرومي الطرية لحم الصدر ناعم جدا وجميل تعالوا كده نقول باسم الله هنبدأ في المقادير بتاعتنا واعتمدوها بجد وعلى دمانتي أول حاجة عندي فراخ ما شوية بالزبادي والزعتر هنعمل الفراخ سواء على حسب حضراتكم أنا عاملة فرخة مفتوحة من الظهر أو حضراتكم عايزين تعملوها أربعة تربع أو نصاص النص بالطول اللي يريحكم طيب التدبيلة عندي بصلايا وعندي طمط مايا وعندي كباية من الزبادي وعندي معلقتين كبار من الصلصة معلقتين من الصويا صاص عصير ليمون معلقتين كبار من الخل معلقة كبيرة من بهارات الدجاج نص معلقة كبيرة من الكاري رشة من الجنزبيل وده اختياري لو مش حابين حطوا ما تحطوش خالص مش مهم زعتر ورق لورة وملح وفلفل الوصفة دي لوحدها من غير الزنجبيل رائعة أنا ليه بحط الزنجبيل بقى؟ لأنه إحنا في الطبيعي في حياتنا ما بنستخدموش كتير فأنا بحب أقول لو إحنا مفيش عندنا مشاكل في الضغط مفيش عندنا مشاكل مع الجنزبيل عموما ياريت لو ناخد حطة صغيرة تتدرب معاهم فناخد الفايدة لينا في التدبيلات لو إحنا مش بنحب نشربه مش بنحب نستطعمه يعني نحطه في الشربات يعني نستغله بأي طريقة أو بأخرى عشان الجهاز المناعي بس يعني من وقت إحنا طول الشتاء بناخد فيتامين سيب نهتم عشان دايما بنبرد طب وفي الصيف هنعمل إيه؟ وبعدين عايز أقول لحضراتكم نصيحة لأنه الحقيقة كذا حالة حصلت وسمحوا لي هقول لكم وده برضو يرجع للناس اللي غير أمينة في الزرع بتاعها البطيخ والمشمش والعنب والخوخ خلوا بالكم منهم قوي أول الموسم أول الموسم الفترة دي في حالات إعياء رهيبة جدا 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 وأطفال بتطعب كتير جدا وكبار بطن بيشتكوا من بطنهم لأنه الفترة دي بيكبروا الخوخ في ثلاث تيام طبعا دي حاجات كلها مش طبيعية فإحنا يعني عايزين نقول للناس لما يقعد في السوق كده ويتراكم ويعرفوا يتقوا ربنا شوية وهما بيبيعوا بما إنهم بياخدوا حقهم يدون حقنا على الآن نحن ناكل حاجة ما تعيناش وما تتعبش أولادنا طيب خلينا بقى نعمل الخلطة بتاعتنا هاخد كده أول حاجة البصلاية والطمط مية هروح على الخلاط كل الحاجة هاضربها في الخلاط بسهولة جدا بسم الله كده تمام بس أنت معايا إحنا كده أقولولي وقتي وأنا عناية لكم وأقولولي معنا مين بسم الله هحط كده الزبادي أهو طبعا المية بتاعت الزبادي ما ترمهاش دي البروتين اللي موجود في الزبادي نحط اتنين ورقة لورة معنا أم جانا أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أهلا بك يا أم جانا ربنا يبارك فيك يا رب يا رب بسعد قلبك يا حبيبتي إسلاميلي أنا متابعتك شرف لي يا متابعتك يا حبيبتي والله يكتر خيري أنا متابعتك يا مكارونة بشانا المكارونة إيما عليش؟ بشامال ولا إي يا بنات أقولولي؟ المكارونة بشامال منعين يقولك دلوقتي حالا عليها عناية عناية ليك يا أم جانا هخلص الوصفة دي وهقولك حالا دلوقتي أنا حطيت البصلايا والطمطمايا وحطيت الزبادي وحطيت رشة من البهارات حطيت البهارات الفراخة يعني دي رشة من الكاري كده تدي بصوا بقى أنا حطيت الصلسة وحطيت نقطة من الكاري لو أنتوا عايزين الفرخة تطلع مصفرة يبقى هتحطوا رشة من الكركم وهتقللوا الصلسة هتحطوا معلقة واحدة بس صغيرة لكن لو عايزين هتطلع شكلها محمرة ولطيفة هتحطوا لها الصلسة تزودوا معلقتين الصلسة بس هي دي الفكر حطيت هحط كده بص دي معلقة صغيرة المعلقة الصغيرة بمعيار معلقة كبيرة وانا حطها معلقتين اهم بالزبط خلاص هنحط بقى عصير الليمون انا مبقية الزعتر اخر حاجة بصوا بقى الزعتر هنا عنزي فرش كمان جميل ازاي طبعا اذا تواجد فرش ما فيش مشكلة اذا ما فيش هنحط زعتر جاف ما يجراش اي حاجة هاخد رشة الملح ورشة الفلفل اساسي لو عايزين تزبطوا قوي الملح بتاعها وفيه ناس بتقولي والله يا شاف احنا ساعات ما بنعرفش نزبط الملح في الحاجة فبقولهم نعاير نعاير يعني فيه معلق معيارية زي الصغيرين دول نبدأ ناخد من المعلقة ونعاير واندو نشوف مظبوط يبقى انا عرفت معياري في الوصفة دي بعمل قدقي مفيش مش عيب ابدا ابدا كلنا كنا بنعاير وكلنا كنا بنمشي على كلام اللي بتقولهن اهالينا عشان نقدر نعمل انا بقول ده للبنات الصغيرين يعني انا لو بنصح بنتي هولا هقوفي جنبي هتعملي الرز هتوقف تعمل الرز حطي كذا بالمعيار عشان هي ما تعملوا الوحدة هتبقى عارفة هتحط قدقي وتعملوا ازاي طيب هنحط كده معلقتين خل ادي معلقة ومعلقة اولا نخل برضو بكمناقي عام ومطهر طبعا احنا بنغسل الفراخ كويس الفرخة بتغسل بالملح وبالدقيق وبنغسلها حلو حلو في ناس على فكرة للبط برضو عايز اقول لكم بالذات للبط عشان البط بيبقى فيه ريحة زفارة ويبقى فيه شوية حي بيغسلوه بالطحينة والملح الخشن الطحينة على فكرة بتشيل الزفارة بشكل قوي جدا عشان بس حدكو تبقوا عارفين هنحط الوقتي عصير الليمون بسم الله الرحمن الرحيم معلقة كده من عصير الليمون كل ده بيدي مزازة كده للفرخة وبيخلي انسجة الفرخة تتخلخل كده او زيت نباتي اللي متوفر عنده حضراتكم نضرب بقى الخليط ده كله حطينا الورق اللورة حطينا البهارات الفراخ البصل الطماطم لعلبة الزبادي كل حاجات بسم الله هتتضرب ما تخافوش لانه الزبادي هيخليه سائل الزبادي لما بيتضرب في الخلط بيبقى زي الليكويد يعني زي الميا بسم الله بصوا بقى خلطة جميل الخلطة دي تعمل كزا فرخ خلوا بالكو لما بتخش الفرن هقول لحضراتكم بيحصل لها اي اما بتخش الفرن بتطر قوي انا هعمل كده الاول هنا الريحة روعة الخلطة دي الاول سيبوها بقى دي يا سلام لو حضراتكم عاملينها من بالليل مثلا عندكم عزومة ونقعتوا الفراخ دي مثلا من بالليل فين في الخلطة دي وغطتوها وسبتوها في التلاجة على التسوية حطتوها في البايركس وايه وسبتوها على التسوية بصوا انا بعمل كده علشان كل الايه الخليط واقلب الفرخة كده اهي هنا وهصب بقية الكمية بسم الله هنا اهو بسم الله الرحمن الرحيم هاخد كده بقى هنا طبعا اهو هتبقى رائعة بصوا بقى لما اسبها شوية ساعتين لو حضراتكم مستعجلين ساعتين مستعجلين قوي ممكن تبقى نص ساعة بس اقولكم بصراحة مش هتستمتعوا بالطعم بتاع التدبيلة دي الا لو تثابت على الاقل ساعتين او من بالليل الصبح لو في التدبيلة دي تقدروا تعملوها وتسيبوها وتاني يوم تدخلوها الفرن وهي ساعة كده في الصينية بتاعتها او في البايركس بتاعها على الفرن على طول الفرن هيبقى حرارة متوسطة ممكن يبقى 180 برضو على الشبكة في النصطب هدخلها ازاي لو انا مدخلها فرخة واحدة او اكتر من فرخة طيب لازم الاول اكمرها اكمرها يعني باجيب كده ورق الخبز او اللي هو ورق الزبدة يعني زي ما بيقولوا كده اهو وهروح الاول من كرفش الورقة بسم الله الرحمن الرحيم هاخد كده طبعا تنقل ورق الخبز الكويس في انواع كتير في السوق واحد يغني عن عشر اهو بكرفش الورقة كده ليه بكرفش عشان ما تلزقش في الفرخة فتلزق فيها وهي بتستوي فالجلدة تاخد الورقة دي معاها اهو عشان برضو ابيعاملة مادة عزلة بين الفرخة وبين الايه وبين الورق الفويل اللي انا هحطه فوقها لان طبعا اي حاجة بتعدي الساعتين في الفرن ناخد ده بسم الله لازم حضراتكم تفصلوا بالورق الخبز اول ما تعدي الساعة في الفرن ساعة مش ساعتين لازم تحطوا ورق خبز تحت الفويل لو هي هتاخد اقل من الساعة ما فيش مشكلة تغطوا بالفويل لانه ما بيلحقش يتفاعل قوي مادة الاصدير دي ما بتبدأش تتنزل وتتأكسد الا بعد مرور ساعة من الحرارة العالية طيب هاخدها بقى ليه بكمورها تكمروها عشان تستوي ايا كان وزن الفرخة او الفرختين او الثلاث فرخات الصوص ده يعمل لحد ثلاث اربع فرخات مظبوط قوي فجأة هتلاقوا ايه بعد ما بتتكامر اول ربع ساعة نص ساعة مثلا او خمسة وعشرين دقيقة هتلاقوها بقت خلاص وعملت صوص حواليها مية كتير جدا عشان كده بقولكو هتسوي اكتر من فرخة هنبدأ نحطها تلاقو الصوص ده نزل هنروح رفعين الفويل ونشيل ورق الزبدة ونسيبها بقى تحت الشواية الحادية تاخد بقى اللون وتستوي وحتى لو ما شغلتوش الشواية هي مع الفرن هتستوي بس لو استوت يبقى هنشغل الشواية لو ما كانتش لسه كمنت السوا يبقى هنشغل فرن بس يلا بينا هنروح كده للفرن في الحالة دي هحطها على الصاج اللي تحت اللي هو قبل الارضية بتاعة الفرن علشان تبقى الحرارة قوية معها والمروحة فوق بتوزع الهوى طبعا وهنشوف دلوقتي برضو محشي البصل بتاعنا عمل ايه لكن هنستسمع حضراتكم هنطلع عليه استراحة هنرجع بعد الاستراحة هنعمل وصفة لطيفة اطفال وكبر بيحبوها هي شبه بلح الشام ولكن اسمها تشوروس هي حاجة كده لطيفة بين بلح الشام ولكن مش هنحط بقى فيه شربات ولا حركات هنعملها كده بالسكر والقرفة نعمل عليها صوت شوكولاتة الولاد بيحبوا يأكلوها سخنة قوي كانت في المولات الكبيرة بيعملوها بجهاز كده بيحشوا جواها شوكولاتة القابلة للدهل تعالوا نشوفها نعملها بطريقة بسيطة ان شاء الله في البيت تعجب حضراتكم بعد الاستراحة في انتظاركم